الريال في أسوأ حالاته على الإطلاق خلال الأيام الماضية تجاوز أربعمائة ريال مقابل الدولار مسجلا رقما قياسيا في تدهوره قبل أسابيع أصدر البنك المركزي في عدن قرارا بتعويب سعر الدولار حينها تم تثبيت سعر الصرف عند ثلاثمائة وسبعين ريالا ولعدم فرض قرارات تنهض بالاقتصاد وتحمل عملة المحلية تدهور الريال حتى وصل إلى أربعمائة رئيس الحكومة وجه قبل أيام بإغلاق جميع محلات الصرافة غير المرخصة نظرا لما تسببه من ارتفاع للطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع سعر المضاربة فيه كون الأمر أصبح رهن العرض والطلب في صنعاء قامر سلطات الإنقلاب بعقد اجتماع لمندبي البنك والشركات المصرفية الكبرى بغرض وقف تدهور الريال حسب قولهم مندبو البنك وتجار النفط وشركات الاتصالات التزموا في محظر الاجتماع بعدم طلب العملة الصعبة حتى نهاية شهر اكتوبر الجاري حتى لا يرتفع الطلب عليها في السوق التدهور في صنعاء وعدن والسلطتان تتبادلان الاتهامات حول مسؤولية هذا التدهور بينما يتحمل المواطن البسيط تبعات هذه الأزمة بشكل مباشر مواجها إياها على شكل ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية والغذائية والمشترقات النفطية محللون اقتصاديون قدموا خطوات أولية للحكومة يمكن أن توقف هذا التدهور منها توريد جميع الإيرادات العامة للبنك المركزي وإدارة السيولة من قبل كل فروع بإجراف البنك بالإضافة إلى وجوب ضخ البنك المركزي للسيولة المحلية بكميات كافية للسوق ورفع احتكار استيراد المشتقات النفطية ومحاولة تقليص سيطرة شركات الصرافة على العملة على حساب البنوك أضاف البعض أن على الحكومة أيضا منح تراخص جديدة لشركات اتصالات في مناطق سيطرتها وبيع حقوق تقنية الجيل الرابع 4G تثبيت سعر صرف الجمارك وعدم إخضائه لتلاعب السوق سيسهم أيضا في تسهيل عملية الاستيراد دون الإضطرار إلى تحميل المواطن تبعات هذا الارتفاع المواطن الذي دائما في نهاية المطاف هو المتضرر الأكبر من هذه المعركة ترجمة نانسي قنقر